حقيقة قبول عمرو ديابي العزاء في والد دينة شربيني عمرو ديابي يقبل عزاء والد دينة شربيني ظهر في سرداق العزاء وتنقى العزاء بنفسه تداول رواد سوشيال ميديا صور له وهو يستقبل المعزين حقيقة الصورة المتداولة لا يعلمها عدد كبير من جمهور الثنائي أقيم عزاء والد الفنانة دينة شربيني خلال الساعات الماضية في مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وتداول رواد سوشيال ميديا صور للفنان عمرو دياب وهو يقبل العزاء لكن بالبحث حول الصحات الصورة اتضح أنها ترجع لأغسطس عام 2018 وذلك عندما ذهب عمرو دياب مع دينة شربيني لتقديم المساعدة للمنتج الفني حماد إسماعيل وذلك بعد تأثره برحيل والده اللواء إسماعيل أمين بشكل مفاجئ لكن الصدفة لعبت دورها وجعلت البعض يظن أن عمرو دياب تواجد في عزاء والد دينة وذلك لأن العزاء كان في حالتي وفاء كما في نفس القاعة خبر رحيل والد دينة شربيني تفاعل مع عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير وكان من ضمنهم عمرو دياب اللي قام بتقديم مواجب العزاء لدينة وأسرتها وذلك عبر منشور رسمي على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي توقع عدد من جمهور السوشال ميديا أن عمرو دياب سيدعم دينة شربيني بشكل أكبر وأنه من الممكن أن يتواجد في مراصيم الجنازة وتشهيع الجثمان لكن الحقيقة أن التوتر اللي شهدت علاقتهم خلال الفترة الأخيرة من ارتباطهم لم يسمح بلقائهم بالإضافة إلى شعبية عمرو دياب الكبيرة اللي تمنعه من الظهور في المناسبات والأماكن العامة لتجنب التكدس والزحام اشتركوا في القناة